اشتركوا في القناة ويتم تقديم الإطار المقترح وفقا لقواعد إدراج بورصة البحرين في مرحل الموافقة النهائية والتي تتعلق بالصلاحية الممنوحة لبورصة البحرين والتي تقوم بموجبها بفرض غرامات إدارية ومالية على الجهات المصدرة في حالة عدم امتثال هذه الجهات لقواعد الإدراج أو أي قواعد لوائحة وتوجيهات معمول بها أو أخرى تصدرها البورصة ترجمة نانسي قنقر تحت رعاية ساعدة محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد محمد المعراج أطلق مساء أمس بنك ABC مصرفه الرقمي للتجزئة الأول من نوعه في المنطقة لحضور شخصيات حكومية واقتصادية ورواد مجتمع الأعمال في المنطقة مشاهدنا المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي في خطوة رائدة لقطاع التكنولوجيا المالية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دشن بنك ABC مصرفه الرقمي للتجزئة بنك إيلا الذي يوفر خدماته فقط على الهاتف المحمول ضمن سلسلة من المبادرات الرقمية التي تهدف إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين في ريادة التكنولوجيا المالية على مستوى المنطقة مصرف البحرين المركزي منذ ثلاث سنوات أسس لرؤية جديدة بالنسبة للصناعة المصرفية في البحرين وذلك بالاهتمام بتطوير الخدمات المالية المبتكرة ما يسمى بالفنتك ومنذ ذاك الوقت عملنا الكثير من أجل تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع المؤسسات المالية المحلية أو حتى الخارجية التي تحمل أفكار جديدة لتطوير الخدمات المصرفية فمنذ ذاك الوقت عملنا على إنشاء وحدة متخصصة في التقنيات المالية ودخلنا كثير من التعديلات على منظومة التشريعات الرقابية وعطينا مساحة كبيرة في الواقع لأصحاب الأفكار الجديدة بأنهم يعملون من خلال البيئة الرقابية التجريبية بنك إلا بمعناه العربي بنقل مستخدميه من حيث هم الآن إلى تحقيق ما يصبون إليه من خلال تمكينهم من تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم المصرفية للمدى القريب والبعيد عبر نهج أضفى عليه طابعا شخصيا للغاية لتقديم الخدمات المصرفية والإدارة المالية مدعما بالتقنيات العصرية وتحليل البيانات المتطورة البنك يختلف على البنك التقليدي البنك التقليدي يقوم على البنك يفكر في المنتجات ويعرضها للمواطنين البنك الرقمي يقوم على محكاة حاجة زبائنا إحنا بنك الآن في البحرين كان علينا أن نحاكي زبائنا ولذلك أول ما قمنا به أن أسسنا فريق من الزبائنا المستقبليين وطلبنا منهم إيش حاجاتهم وبنينا بنك أو بننا بنك على شاكلتهم النقطة الأخرى أن البنك التقليدي مبني على أنظمة الأنظمة هذه أنظمة مملوكة للبنك إحنا كسرنا هذه الأنظمة فككناها إلى أطراف صغيرة وأخذنا كل طرف عن طريق استعمال تقنيات التقنية الحديثة أو ما يسمى بالذكاء الإصطناعي وأجرنا كل جزء إلى أفضل شركات تعمل في التقنية المالية في الخارج بحيث تقدمنا أفضل الخدمات فبالتالي لو المواطن البحريني في حاجة أنه يعمل جمعية وفرنا لفكرة الجمعية من خلال التعامل مع شركات تستطيع أن تقدم هذا لو حاجات المواطن البحريني تطورت ستكون هناك شركة أخرى تستطيع أن تقفز وتقدم هذا بحيث يتحول البنك كالسوبرماركت تدخل على الأرفف ليست الحاجات المصنوعة من السوبرماركت تجد أشياء مصنوعة من جهات كثيرة ولكن وظيفة السوبرماركت أن يقدم أرفف مليئة بالبضاعة الصالحة يسعى بنك ABC الذي قاد هذه المبادرة المتميزة في مجال الذكاء الإصطناعي من خلال استراتيجيته الداعمة إلى خلق ثقافة تناسب جميع شرائح البنك من خلال عمليات الأعمال المصرفية بالجملة بهدف تعزيز الكفاءة التشغلية وتحسين خدمة العملاء والآن مشاهدين نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملاء الخليجية والعالمية نوصل النشرة الاقتصادية مشاهدين مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تسعقدات هذا اليوم ونبدأ مع بورصة البحرين فقد أغفل مؤشر البحرين العام على تقدم نسبته 1.01% مغلقاً تداولات عن مستوى 1520 نقطة وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع التأمين وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 8.955.000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1.808.000 دينار تم تنفيذها من خلال 79 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنك التجارية أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية نبدأ مع السوق المالية السعودية التي أقفلت على ارتفاع نسبته 0.18% أما بالنسبة إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت فقد أغلقت على تقدم نسبته 1.30% وننتقل إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي سجل تقدم نسبته 0.99% أما السوق دبي المالي فقد ارتفع بنسبة 0.68% وأخيراً سوق العاصمة العمانية مسقط الذي أغلق على ارتفاع هو الآخر نسبته 0.04% أعلنت المملكة العربية السعودية موافقتها على تمويل مشاريع تعليمية وصحية بقيمة 133 مليون دولار سعودي لإقامتها في مدن ومحافظات السودان وقدمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للحكومة الانتقالية في السودان ثلاثة مليارات دولار شملت محروقات ومواد غذائية أودعت منها 500 مليون دولار في بنك السودان المركزي كما وأعلنت الرياض في 17 نوفمبر الجاري عن زيادة الاستثمارات والدعم لخرطوم خاصة في المشاريع الصحية والتعليمية والخيرية حقق اقتصاد دبي نمواً حقيقياً بلغ 2.1% خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق كما سجل نتجاً محلياً إجمالياً بالأسعار الثابتة بلغ 208.2 مليارات درهم خلال الأشهر الستة الأولى وقال عارف المهيري المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء أن المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وهيكلية قطاع الأعمال أسهمتها في استمرار وطيرة النمو المستقر في الإمارة بالرغم من تباطئ النمو الاقتصادي في المنطقة والعالم لفتاً إلى أن تجارة الجملة والتجزئة دعمت النمو الكلي للاقتصاد بشكل ملحوظ وذلك بالاعتماد على البنية اللوجستية القوية في الإمارة والتي تشكل ميزة تنفسية لقطاع الأعمال وخاصة في مجال التجارة النشرة الاقتصادية مشاهدين مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل مايكروسوفت تحصل على ترخيص من الحكومة الأمريكية لبيع البرامج لشركة هواوي بعد توقف بسبب العقوبات خفض صندوق النقد الدولي تقديراته لنمو اقتصاد اليابان للمرة الثالثة خلال العام الجاري وسط المخطر العالمية المتزيدة في تباطئ الاقتصاد وقرر صندوق النقد في مراجعته السنوية لأداء اقتصاد اليابان خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي لثالث أكبر اقتصاد عالميا هذا العام إلى 0.8% وبحسب الصندوق الدولي فيتوقع أن ينمو اقتصاد اليابان بنسبة 0.5% خلال عام 2020 كما وحث المدير العام للصندوق الدولي كريستيالنا جورجيفا اليابان على مواصلة الانفاق لدعم النمو موضحة أن تباطئ النمو الاقتصادي العالمي المتزامن يلقي بظلاله على الطلب المحلي في اليابان قال وزير الخارجية الياباني تشوتي ميتو موتي أن وزراء خارجية مجموعة العشرين الاقتصاديات الكبرى اتفقوا على أنه من الملح إصلاح منظمة التجارة العالمية واستحر بالمتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعرفة الجمركية وقال موتي الذي يشغل منصب رئيس اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في ناقوايا وسط اليابان إنه بما الثقة في الإطار متعدد الأطراف تتقوض الآن تشارك مجموعة العشرين الرأي القاتل بأنه يجب إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى تتمكن من معالجة العديد من القضايا الحالية والآن نترككم مع أبرز مؤشرة الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية وفي آخر أخبارنا الاقتصادية حصلت شركة مايكروسوفت على ترخيص لتصدير البرامج لشركة هواوي مرة أخرى بعد أن توقفت عن التعامل مع العملاق التقني الصيني لفترة بسبب العقوبات الأمريكية وقال متحدث باسم مايكروسوفت أن وزارة التجارة الأمريكية وافقت على طالبي مايكروسوفت للحصول على ترخيص لتصدير البرامج لهواوي ويذكر أن الحكومة الأمريكية كانت قد تلقت طلبات من نحو 300 شركة محلية لسماح لها بالتعامل مع هواوي من جديد وتمت معالجة إجراءات نحو نصف الطلبات المقدمة ويتوقع أن يسمح لجوجل بتقديم الدعم لهواوي لتشغل هواتفها بأنظمة أندرويد ترجمة نانسي قنع